مرحبا واضح أنا عائشة مصلي عمري 34 عندي بنتين صبايا وبشتغل صائقة ميكرو سيرفيس بس لطلاب مدارس أنا عشت حياتي كلها كنت ربيت منزل ما كنت أبداً أشتغل على الميكرو يعني كنت عم ربي أولادي ومتفرغة إلهم بس أنا ما كنت أعرف سوق سيارة تعلمت السواقة من شيء 6 سنين كنا ناحب بيتنا في توصيل أولاد بيوصلوا طلاب مدرسة وهيك فقال لي شو رأيك أنه توصلي طلاب مدرسة أنا يعني استبعدتها شوي لأني أنت حامل أرواح وأماني برقبتك وخفت يعني صراحة بالبداية بعدين يعني اتجرأت وقال لي هو ما فيها شي يجربي مثلاً أول سنة ما مشي الحال ما عاجبك الفكرة خلاص للغية بقى أنا في عندي صديقة وهي دلتني عندها مدرسة وقالت لي بنطلع معك دورة ومنجرب توصيلك وكذا فتعلّب طلعت معي وجربنا وقالت لي خلاص تمام وسلمتني طلاب أنا علاقتي مع الأولاد كتير حلوة ومنحة ومثل علاقتي بالأموم يعني علاقة أمومة كأنه بناتي أو أولادي هدول اللي معي وبخاف عليهم كتير فبنزلهم بأماكن ما يكون خطر عليهم بحاول إنه يكون قريبة من بيتهم أكتر قضاً وممكن لا الكل بيحب إنه يكون أنا اللي عمسوق وأنا اللي عم وصل لأولادهم لأنه بحسوا بالأمان أكتر هلأ أنا بالصيف ما بيشتغل على طلاب المدرسة بس فيه نسوان مثلاً بعرفون بيروحوا طلبات على الربوة مثلاً سيران أو على عرس مثلاً بنات نسوان دون يطلعوا على عرس بياغدون أو على طريق المطار هيك يعني أصص والناس اللي بيسألوني إنه ليش أنت اللي عم تسوقي مو جوزك اللي عم يشتغل ليش أنت اللي عم تشتغلي مو هو طبعاً هو عم يشتغل معي بس أوضاع المعي شيول والصعوبات اللي هلأ اللي إحنا عم نمروا فيها ما عد تكفت واحد إنه يشتغل صار لازم اللي مرة تساعد جوزك مو غلط أبداً وللنسائي اللي قاعدة وعم تستنى إنه بركي هلأ بتصبط لأمور أو شيء لا بالعكس قومي وفزي وشتغلي وصاعدي لا ما تخافي وكوني قوية وأنتي قادرة ولو كان ما في حدا يشجعك مثل جوزي أنا شجعني لا أنت بتقدري تشجعي حالك وتكوني قوية